اشتركوا في القناة سعيد بن المسيب يحضره عشرات بالمئات من الشباب الصالحين انقطع شاب من الشباب عن الحضور يوما فلما حضر بعد ايام سأله سعيد اين كنت يا ابا وداعه اين كنت يا ابا وداعه قال ماتت زوجي وانشغلت بدفنها وعزائها فقال سعيد رحمه الله هل لا اخضرتنا حتى نعزيك ونواسيك ثم قال له هل نويت بامر بعدها هل عزمت على زواج بعدها قلت ومن يزوجني وانا لا املك الا ثلاثة دراهم قال سعيد سبحان الله ثلاثة دراهم لا تعف مسلما الله اكبر ثلاثة دراهم لا تعف مسلما قلت ومن يزوجني قال انا قلت ابنة سعيد بن المسيب الذي يخطبها الامراء والوزراء ويردهم عنها تدري لماذا لانه يريد لها صاحب الدين والخلق ما نظر الى الجاه ولا للحسب والنسب يريد ان يعطي تلك الامانة التي استرعاها الله اياها يسلمها في يد امينة قال انا ازوجك قلت ابنة سعيد بن المسيب التي يخطبها الامراء والوزراء فيردهم قال انا ازوجك فدعا من كان في ناحية المسجد ثم قال الحمد لله واثنى على الله ثم قال زوجنا فلانا من فلانة على درهمين زوجنا فلانا على فلانة بدرهمين تم العقل طرت من الفرح ابنة سعيد ذهبت الى داري وانا اطير من شدة الفرح دخلت وكان الوقت ساعة مغيب الشمس كنت صائما اخرجت خلا وخبزا اريد الافطار فاذا بطارق يطرق الباب فاذا بطارق يطرق الباب قلت من قال سعيد فجاء على بالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب فما رؤية منذ اربعين سنة الا بين بيته والمسجد الله اكبر منذ اربعين سنة ما رؤية الا بين بيته والمسجد ما فاتت وتكبيرت الاحرام اربعين سنة يقول فجاء على بالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب فتحت الباب فاذا بسعيد بن المسيب قلت لقد رجع في كلامه لقد رجع في كلامه قلت لماذا اتيت اكان كان حري بك ان تستدعيني وانا اتيك قال مثلك يؤتى الي انت انسان زوجناك واعطيناك خفت ان تبيت عازبا هذه الليلة فيحاسبني الله على عزوبيتك فاذا بسواد من خلفه دفعها داخل الباب سقطت من حيائها سقطت من حيائها ثم قال بارك الله لك وبارك عليك هذه زوجك اسأل الله ان يوفق ويصبح بينكما ثم ذهب في طريقه يقول فنظرت اليها فاذا هي من اجمل النساء والله ما رأت عيني اجمل منها فصعدت الى سطح المنزل ناديت جيراني قلت لهم سعيد بن المسيب زوجني من ابنته زوجني من ابنته وقد اتى بها هذه الليلة انزل عندها اذهب لاخبر امي بالخبر فذهبت اخبر امي فقالت لي وجهي من وجهك حرام وجهي من وجهك حرام والله لا تقربنها الا بعد ثلاثة ايام حتى ازينها كما تزين العروس بعد ثلاثة ايام ادخلت عليها والله ما رأت عيني اجمل منها ان تكلمت احسن الكلام وان سكتت على اجمل مقام مكتت معها شهرا كاملا لم ارى منها الا صيام وقيام بعد شهر فردت الذهاب الى مجلس سعيد قالت الى اين تذهب قلت الى مجلس سعيد لطلب العلم قالت اجلس فان علم سعيد كله عندي اجلس فان علم سعيد كله عندي ذهبت الى مجلس سعيد بعد شهر فلما رآني تبسم ولم يكلمني حتى انفضل جمع من المجلس فلما انفض جئته وجلست بين يديك قال كيف ضيفكم قلت على احسن حال قلت على احسن حال قال ان رأيت ما لا يعجبك فالعطى ثم اعطاني عشرين الف دينار وقال استعن انت وإياها على قضاء حوائجكم اين لنا بمثل سعيد اليوم اين لنا بمثل هؤلاء ادنا في كل مكان والشاشات والقنوات عاتت فسادا في الاخلاق والاعراب اعرابنا تنتهك شبابنا لا يجدون ما يسد حاجتهم وفتياتنا في الاسواق كاثريات عاليات ونحن نقول عشرات الالات من الريالات اتقوا الله عباد الله يسروا امور الزواج يسروا امور الزواج احفظوا المجتمع من الفواحش والمنكرات ولن يكون هذا الا اذا سرنا على المنهج الرباني والمنهج النبوي الصحيح ما زوج بناته ولا تزوج امهات المؤمنين بأكثر من خمسمائة درهم فإما ذا مثل هذا عباد الله اللهم يسبر للشباب واحفظ المتايا